بقراره لانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران في مايو الماضي أسقط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حجر الأساس في جدار الطموحات الإيرانية أنهل انسحاب ما اعتبرته طهران انتصاراً تاريخياً في ملف برنامجها النووي فقد منح الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في إبريل عام 2015 طهران الأرضية للمراوغة أبقى الاتفاق على حق طهران في الاستمرار في تخصيب اليورانيوم عند مستويات منخفضة ورفع عنها العقوبات التي أثقلت كاهل اقتصادها لسنوات طويلة ارتفعت صادرات النفط الإيرانية لتصل إلى أكثر من مليونين ونصف المليون برميل يومياً واتم الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج وأنها عزلة إيران السياسية لن تعود الأمور إلى ما كانت عليه مع سريان الموجة الثانية من العقوبات الأمريكية صادرات النفط سوف تهبط بمقدار النصف تقريباً إلى أقل من مليون ومئتي ألف برميل يومياً وسيبقى لطهران متنفس ضيق في الاستثناءات التي ستمنحها واشنطن لبضع دول أسيوية للاستمرار في شراء النفط الإيراني ولو مؤقتاً ولن يكون أمام طهران هامش مناورة واسعة للقيام بعمليات بيع سرية للنفط مع تشديد واشنطن لإجراءات التتبع والمراقبة جانب آخر من العقوبات يتمثل في وقت التعاملات المصرفية الدولية للعشرات من البنوك الإيرانية الأمر الذي من شأنه إصابة التعاملات التجارية الإيرانية بالشلل تنكر طهران أو تهون من الآثار المترتبة على العقوبات لكن أداء الاقتصاد الإيراني بدأ في التراجع قبل أشهر من التطبيق الفعلي للعقوبات ومع سريان العقوبات تحاول إيران الإمساك بحبل إنقاذ واهن يمده إليها الاتحاد الأوروبي أعلن الاتحاد عن خطط لوضع إطار قانوني لتجنب العقوبات الأمريكية لكن ملامح هذه الخطط لا تزال غامضة وواقع الحال يؤكد أن دولاً كثيرة لن تغامر بتعارض نفسها لسيف عقوبات واشنطن إذا وصلت التعامل مع إيران ترجمة نانسي قنقر